ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من خمسات وخمسات النهاردة هم أجمل خمس أفلام كارتون أو أنيميشن من وجهة نظري أفلام تتفرج عليها وانت كبير وانت صغير وانت في أي وقت أفلام اللي عارفها هيقيدني واللي مش عارفها أنصحك تتفرج عليها وييجي في المرتبة رقم خمسة من نهاردة فيلم راتا تويل الفارد طباخ كلنا عارفينه طبعا اللي هو أنت بتضحك وبتتأثر في نفس الوقت وفي النص كده بتاخد شوية رسائل زي الفل والفيلم رقم أربعة هو فاين دينجنيمو الدبلاج المصري تعابلة كامل من أجمل الأفلام المؤثرة في القصص الأسرية تقدر كمان تتفرج عليهم انت أولادك هتحبوه قوي فيلم رقم ثلاثة شركة المرعبين المحدودة مش مونسترز شركة المرعبين المحدودة الدبلاج المصري بتاع محمد هنيدي فاكرينه شلبي سلوفان ومارد واشبشني من أكتر الأفلام اللي مهما جات قدامي قاعد أتفرج عليها وما زهقش قبل الفيلم رقم اثنين هو فيلم أب الفيلم اللي بيعيشك في حياة سلام عام كده عايش في حلم علاقة الرجل العجوز بالطفل ازاي بدأت وازاي انتهت وفي وسطهم كام قصة فيلم حيختفك من أول لحظة ومعانا في المرتبة رقم واحد النهاردة مش انت اللي حتقوله المراضي عشان انا قلت في أول الفيديو وخمسات النهاردة هم أجمل خمس أفلام كارتون أو أنيميشن من وجهة نظري من وجهة نظر أنا يعني انت عندك خمس أفلام غير دول اكتبهم لي في الكومنتات برد فانا عايز اشوف زوءك في الخمس أفلام الفيلم رقم واحد وفيلم سبيرت ويشرفني ان فيه احد الترجمات اللي موجودة عن النت ترجمتي مش شطرة مني الفكرة ان تقريبا ما فيهوش كلام وبرغم قلة الكلام الا انه بيوصل لك رسائل ومعاني عظيمة جدا 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 لو موافقني اقولي موافقني في ايه ووريني يلا زوءك عامل ازاي استننا الفيديو الجاي